موسيقى مساء الخير تعود منطقة السلامية بريف حما الشرقي إلى الواجهة من خلال هجوم نفذته مجموعة مسلحة استهدف هذا الهجوم عشرات الأشخاص بمنطقة عقير بات واستتضاروا بالأنباء ما إذا كان منفذ الهجوم تنظيم داعش حسب رواية إعلام أسد أو مجموعات أخرى كما يقول كثيرون من أبناء السلامية ذات الغالبية الإسماعيلية الهجوم أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين واختطاف العشرات لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم اتقلوا وسائل إعلام نظام أسد إنهم كانوا يبحثون عن منتج الكمأ الذي يقوم الأهالي بالبحث عنه في هذا الوقت من السنة إلا أن الهجوم وعملية الإفراج السريعة عن غالبية المختطفين أثارت لدى سكان السلامية الكثير من التساؤلات عن المنفذ الحقيقي وخاصة أن الهجوم يأتي بعد أسبوع من الذكرى السنوية السادسة لمجزرة المبعوجة التي ارتكبها تنظيم داعش والتي راح ضحيتها قرابة خمسين شخص إضافة لاختطاف العشرات دون معرفة مصيرهم حتى الآن بالرغم من إعلان الجميع الانتصار على داعش فيما الأهالي ينتظرون أي معلومة عن مصير المختطفين الذين يشكلون خليطا من الأطفال والنساء من أبناء الطائفتين الإسماعيلية والسنية كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن آخر التطورات بملف الهجوم الأخير على ريف السلمية ولماذا أبقى المهاجمون على ستة من المختطفين دون إطلاق سرحهم ولماذا وجه نظام أسد الاتهامة مباشرة لتنظيم داعش وما أسبب هذه الرحمة من قبل تنظيم داعش والذي يعرف السوريون جيدا مدى دمويته خلال أي هجوم من هذا النوع إذ من المستحيل أن يفوت هكذا فرصة دون أن يضحفنا بإصدار مرئي لقطع الرؤوس وهل يمكن أن تكون رواية البعض حول أن المهاجم الحقيقي هو الميليشيات الإيرانية التي تسعى لسرقة كل شيء مهما كان بخسا وما هي الأسباب القاهرة التي تدفع العشرات من الأشخاص للمخاطرة والمغامرة بالبحث عن الكمأة في منطقة تعتبر حرفيا حقل ألغام يمتد على عدة هكتارات من الأراضي في المنطقة وأيضا من له مصلحة بالهجمات المستمرة على منطقة السلامية المعروفة بأنها مركز ثقل الطائفة الإسماعيلية هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا قتل شخص واختطف العشرات شرق مدينة السلامية المزيد في التقرير التالي ونعود لنقاش قتيل وثلاثة جرحى وعشرات المخطوفين غالبيتهم من أبناء الطائفة الإسماعيلية هي حصيلة الهجوم الذي استهدف العشرات في ناحية عقيربات شرق مدينة السلامية بحماء ناشطون محليون قالوا إن أعداد المخطوفين أكثر من ستين شخصا جميعهم ينحدرون من ناحية السعن المجاورة دون معرفة أسباب وجود هذه الأعداد قرب سد تويزين في ناحية عقيربات إلا أن وسائل إعلام نظام أسد أشارت إلى أنهم كانوا يجمعون منتج الكمأ في المنطقة متهمة تنظيم داعش بالمسؤولية عن الهجوم الناشطون أكدوا أن المهاجمين أطلقوا صراحة أربعة وخمسين مختطفا وأبقوا على ستة فقط الأمر الذي يرى فيه كثيرون استبعادا للاتهامات التي وجهها نظام أسد لتنظيم داعش الذي نادرا ما يترك أشخاصا اختطفهم دون مقابل وخاصة من الأقليات كما أنه لم يصدر أي تبن للهجوم داعش الذي تحول إلى مجموعات كر وفر تختبئ في البادية تنفذ العديد من الهجمات في ريف حما الشرقي إلا أن مدنيين من مدينة السلمية رأوا أن الميليشيات الإيرانية المسيطرة على كامل الريف الشرقي ترتكب العديد من الجرائم ضد سكان المنطقة وتلصقها بداعش إذ غالبا ما تكون جرائمهم هذه بدوافع السرقة أو الخطف لطلب فديات مالية في ظل عدم وجود تمويل مالي كاف لهم فمن المسؤول عن هذا الهجوم ضد السلمية وقراها هل هي داعش الحقيقية أم داعش الإيرانية؟ وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد المير إبراهيم الناشط السوري المعارض معنا من ألمانيا كما ينضم إلينا أيضا المحلل العسكري العقيد أحمد الحمدي من إسطنبول المصد الخير وأهلا بكم محمد دعني أبدأ معك يعني عن حقيقة ما جرى في عقير بات الأعداد التي اختطفت ومن تم إطلاق صراحه إذا كان لديك أي معلومات بهذا السياق؟ بداية المصد الخير عن سياق أحلام وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة الحرية للمتقلين والمختطفين والمغيبين والرحمة للشهداء أمام تنظيم داعش الإرهابي وأمام نظام بشار لسل بداية الأعداد حسب كما تم ذكر الأعداد بالتقرير السابق المخطوفين أو العدد الإجمالي كان حوالي السبعين شخص الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل تنظيم داعش المفترض حوالي الأربعة وستين ثلاثة جرحة وشخص واحد قتل اللي هو المدعو أمين أيمن عبزو المجموعة هي عبارة عن ورشة لحصد مادة الكمأة ورئيس هذه الورشة هو الشاب أيمن عبزو وتم قتله بسبب مقاومته للميليشيات التي أتت للاختطافة طيب بقي من ضمن غير المفرج عنهم تقريبا ستة أشخاص بالضبط طيب من هم هؤلاء ستة أشخاص؟ للأسف حاولت التواصل مع الكثير من الناشطين الموجودين على الأرض في مدينة سلامية المجموعة كانت هي بارا خليط خليط من السلامة بين قوسين وأحالي المنطقة من المعروفين بيبدو قرية السلامة فتم الإفراج عن النسبة الكبرى من الأشخاص من الاربعة وستين والست أشخاص المخطوفين حتى هذه اللحظة هم سلامة من مدينة السلامة نعم يعني ستة أشخاص من مدينة السلامية بحسب المعلومات المتوفرة لديك سيادة العقيد على صعيد العسكري هل هذه العملية تحمل بصمات تنظيم داعش في تلك المنطقة؟ هل هي مشابهة لما قام به داعش سابقا؟ السلام عليكم تحياتي لك ولي ضيفك الكريم ونتمنى من الله أن يتم الفرج على كل المختطفين إن كانوا من هذه الحالة أو من الحالات الأخرى من خلال قراءة سريعة لما تم ومقارنة بالعمليات التي قام بها تنظيم داعش لا أتوقع بأن تنظيم داعش يقوم بهذه العملية على هذا الشكل فتنظيم داعش يقوم باختطاف ويطلب بالفدية ولا يمكن إطلاق سراح بهذه السرعة للأسف هناك اليوم دواعش كثيرين في تلك المنطقة هناك الفاطميون الذين يقتلون الرعاة ويسرقون الأغنام هناك الميليشيات الإيرانية المرتبطة بإيران بشكل مباشر والتي تحاول أن تجد ممولا بعد أن ضاقت اليد الإيرانية بعد الحصار الاقتصادي المفروض على إيران والحصار النفطي التي كان يمول هذه التنظيمات لذلك اليوم تبتكر هذه التنظيمات طرق أخرى من أجل التمويل من السرقة والخطف والقتل وغير ذلك فلا نبرق تنظيم داعش نهائياً هو تنظيم مجرم يقوم بالأعمال ولكن هو يصور ويقوم بأعمال عسكرية لأنه هو متمرس بهذه الأعمال ورأينا قام في عمليات عديدة في السنوات الست الماضية في المبعوجة وهناك اليوم هناك عمل لتنظيم داعش في باديت الميادين تنظيم داعش متواجد في المنطقة من تلول الصفة شرق السويداء وحتى باديت دير الزور النظام يحاول تسويق هذا التنظيم من أجل تخويف الناس ولكن هناك من يفعل فعل داعش وهو ليس بالداعش هناك اليوم كل التنظيمات الإيرانية تقوم بهذا العمل وبعمليات الخطف عصابات الأسد كذلك متواجدة في تلك المنطقة لو رأينا في العام الماضي وهذا العام كم عملية قتل لرعاة وخطف الأغنام وغير ذلك وهي عبارة عن أعمال تقوم بها هذه الميليشيات إذن الآثار تنظيم داعش تقوم بالإغارة بشكل منظم بالأسلحة ومن ثم تصوير ومن ثم قطع رؤوس لمن تريد قطع رأسه وتصور ذلك العمل من أجل الدعاية ولكن أن تقوم بالسرعة بإطلاق سراح هؤلاء أتوقع بأنها تقوم بها عصابات الأسد من أجل تخويف السكان في هذه المنطقة وإجبار من لا يزال يخالف هذا النظام أو يعارض هذا النظام أن يلتحق في هذا النظام ويطلب الرعاية والحماية من هذا النظام كما حصل تذكرون هذه العمليات بعمليات النظام التي نسق من خلالها بينه وبين تنظيمات داعش ضد منطقة السويداء في المراحل السابقة لذلك التنظيم يكون ولكن في تلك المراحل حتى تنظيم داعش على الأرض كان يعتبر أقوى من ذلك سأعود تحديدا إلى هذه النقطة اليوم وقوة تنظيم داعش ولكن محمد أنقل لك السؤال من هي الجهات والميليشيات التي تسيطر على تلك المنطقة التي وقعت بها هذه العملية تاريخيا هذه المنطقة حتى من قبل الثورة هي خاصرة رخوة للنظام سابقا كانت هذه المنطقة تابعة للعرب أو قبائل البدو المقيمة في تلك المنطقة وكانوا على اتفاق وعمليا كانوا يشتغلوا بالتهريم بعد الثورة وحتى بعد تحرير تلك المنطقة في 2014-2017 حسب رواية النظام بهذا التاريخ تم تحرير هذه المنطقة من عصابات داعش هذه المنطقة تحت سلطة ما يسمى بالحجاج أي الإيرانيين حرس الثور الإيراني هو المسيطر على منطقة السلامية من سلامية حتى حدود إثري فعمليا هذه المنطقة هي تحت سيطرة الإيرانيين بشكل كامل وبشكل مطلق وحسب ما وردني ما سمعت أن الفرقة الموجودة في تلك المنطقة تسمى بالفرقة 47 حرس الثور الإيراني وذات تسليح عالي والناس متفاجئة أو مظلومة أنه كيف استطاعت مجموعة أو عصابة مسلحة الدخول على منطقة تحت سيطرة هذه الفرقة واعتقال أو اختطوط 70 شخص طيب بقراءتك للعملية محمد وخصوصا أنه حضرتك ابن المنطقة وعلى تواصل مع ابن المنطقة ما هو الهدف من هذه العملية وخصوصا أنه تم الخطف تم إطلاق صراح قتل أحد الأشخاص اختطاف ستة هل ترى أن هذه العملية هي منظمة أم فيها تخبط أم هي لسرقة هذه المجموعة ما هي السيناريوهات التي يطرحها الناس اليوم في السلمية وما حول ممن تعرضوا لهذه العملية بعد مرور عشر سنواتنا الثورة تاريخيا من بداية الثورة من الشهر الثالثة 2011 حتى هذا اليوم النظام تعامل مع مدينة السلمية كورقة والإيرانيين من خلفها عمليا سبب أو القيام بهذه العملية هو فقط لتحريك أو تذكير الحاضنة الشعبية أو الخزانة الشعبة لنظام الأسد بالوحش السني أو بالوحش التطرف أو إلى آخرين وفكرة كثير مهمة في هذه الأثناء العديد من المرتزقة الشهر الأسد عادوا من ليبيا بعد المصالحة السياسية التي حصلت في ليبيا فالكثير منهم عاد إلى مدينة السلمية وإلى معظم المناطق التي خرجوا منها فأعتقدها برأي الشخصة هي عبارة عن تحريك لأكبر الأقل تحفيز أنه ما تقعدوا هاي بحكي بلهجته لا تقعدوا الموضوع منتهى الوحش الكاسر اللي بده يبلعكم لدساته موجود ونحن حتى لو على أساس المنطقة تم تحريرها ولكن شوفوا الساعة الموجودين نعم يعني تخويف لأهالي البنطقة تخويف استغلال نعم سيادة العقيد هناك من يرى أن هذه العملية تحمل بصمة تنظيم داعش التي أصبحت أقل وطأة بسبب القضاء عليه كما يدعي الروس وتدعي ميليشيات أسد وأيضا بسبب ضعف التنظيم بعد العمليات الأخيرة التي وقع ضده بالطبع التنظيم لم يعد هو نفس التنظيم السابق الذي كان يمتلك الجيوش والعربات والقوة العسكرية ولكن حتى الآن لدى التنظيم مجموعات صغيرة تعمل في منطقة البادية وتشن هجمات منظمة ضد قوات الأسد وضد الميليشيات وضد ما يريدونه أو ما يرون بأنه مناسب لأعمالهم في منطقة الطريق من منطقة سلامية وحتى دير الزهور يعني مرورا بالسخنة بتدمر بتلك المناطق كباجب موجودة تنظيم بهذا الشكل ولكن أتوافق مع الصديق محمد المير بتوجهه باتجاه النظام النظام يريد أن يضغط على الإسماعيليين لنتكلم بهذه الصراحة يضغط على الإسماعيليين لزيادة الارتماء بحضن هذا النظام إذا كان هناك لا يزال من هو خارج هذه المنطقة يعني المنطقة الرمادية أو المنطقة المعارضة لهذا النظام يريد أن يخوفهم يريد أن يقول بأن النظام والميليشيات الإيرانية هي الحامية لهم وبأن تنظيم داعش لا يزال قوي ويتمتع بالقوة بشن هذه الهجمات من أجل إظهار بأن النظام يتعرض دائما للمؤامرة الكونية ويتعرض كذلك للإرهاب وهذه نمازج من هذا التعرض هكذا يريد النظام أن يصور للخارج وللداخل بأنه هو موجود وأنه يتعرض لذلك لذلك تنفذ هذه العمليات في هذه المناطق من أجل زيادة ارتباط الناس فيه كما صورت أنا بأنه يماثل ما حدث في منطقة السويداء بالتنسيق بين داعش والنظام عند هذه النقطة وأيضا عند نقطة حماية الأقليات محمد اليوم لطالما دعا نظام أسد بأنه حامل أقليات ورأينا ما يحصل في السويداء هل اليوم هذه الادعاءات تنطلي على أهالي السلامية أيضا وهو يدعي بأنه يقوم بحماية الطائفة الإسماعيلية هناك للأسف أنا أحكي بأريحية لا أعتقد أنني أمتلك أو أي شخص في مدينة السلامية قادر أو حتى ليس في مدينة السلامية في كل سوريا أن يعطيك الجواب الشافي بنعم أو لا ولكن المدنيين والناس الذين يعيشون حتى هذه اللحظة في مدينة السلامية وصلوا لمرحلة لا خيار يعني ببساطة جواب على أحد المحاولة التي طرحتها حضرتك بالمقدمة ما هو السبب الذي دفع سبعين شخص للخروج والبحث على مادة الكماء سعر كماء 35 ألف ليرة سوريا يعني الناس لا تملك خيار ولكن بالمبدأ هذا على الصعيد الاقتصادي ويعني حقيقة أنا كنت جاهل حتى أسألك بهذا الموضوع تحديدا اليوم مع كل هذه الأزمات التي نراها يعني دمشق تعتبر عاصمة غير مأهولة بسبب شح المواد الأساسية لا نتحدث عن رفاهيات نتحدث عن مواصلات اليوم لا الموظفين ولا الطلاب قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم بسبب شح المحروقات وانقطعها بشكل كامل ولكن اليوم يدعي نظام أسد بأنه يحمي المسيحيين في سوريا يحمي الدروز في السويداء يحمي الإسماعيليين في السلامية يدعي بأن كل هذه الميليشيات التي اليوم تقاتل إلى جانبه هي لحماية هؤلاء هذا سؤالي بشقه البسيط جدا اليوم هل هناك من يصدق بأن هذا النظام يحمي أي فئة حتى الطائفة العلوية؟ سيدتي الكريمة من يصدق أن هذا النظام يحمي أي فرد أو أي مواطن في كل مناطق سيطرته فهو ما رح نحكي أكثر من أي هذا خيار شخصي ولكن الواقع على أرض الواقع من قبل بداية الثورة وحتى هذه اللحظة بالتأكيد النظام لا يحمي سوى طائفته لا يحمي سوى نفسه لا يحمي سوى من يقف بصفه هذا كشعار وككليشا أرض الواقع لا يحمي سوى المجرم بشار حافظ الأسر سيادة العقيد كيف سيستثمر نظام أسد بهذه العملية الأخيرة وخصوصا أنه إلى هذه الساعة لم يتبنى تنظيم داعش وعادة تنظيم داعش لا يخجل من تبني أي عملية حتى لو كانت تستهدف المدنيين بالطبع التنظيم كما قلت هناك وحدة تصوير تمشي مع التنظيم تقوم بالتصوير وبالإعلان بالعملية لأنه يفتخر في هذه العملية حتى لو كانت لقتل المدنيين أو لاختطاب المدنيين وغير ذلك أما اليوم النظام يحاول استثمار هذه الحادثة على الصعيد العالمي كما قلت بأنه يصور بأنه يتعرض للمؤامرة وبأن تنظيم داعش لا يزال يمتلك القوة وقادر على تنفيذ الهجمات ضد المدنيين وضد المدنيين بيقوم بعمليات إرهابية كذلك رسالة موجهة لأبناء منطقة السلامية الذين لا يزالون أنا أعرف منطقة السلامية وأعرف عدد كبير من أولئك الناس إنهم معارضون لهذا النظام ليس من وليد اليوم بل منذ القدم يعني معارضون لهذا النظام يحاول الضغط عليهم من خلال هكذا أعمال لدفعهم إلى حضن العصابات الأسد الأسد لا يحمي أحد لا يحمي الأقليات لا يحمي الشعب السوري هو فقط يريد السيطرة على الحكم ويحمي العصاب الخاصة فيه بدون أن تكون لديها لها أي انتماءة طائفية يعني اليوم نظام الأسد هو يحمي مجموعة إرهابية يقودها من كل الطوائف بدون أي استثناء كذلك الميليشيات الإيرانية التي اليوم أصبحت خارج نطاق القانون وخارج السيطرة وخارج الضبط الناري هي تقوم كذلك بعمليات قزيرة من أجل قتل الناس وأخذ أقواتهم وأرزاقهم من أجل تمويل هذه الحرب القدرة التي يقوم بها النظام الأسد والميليشيات الإيرانية بهدف السيطرة على الموارد السورية والسيطرة على الشعب السوري وإنهاء آمال وحرية الشعب السوري نعم محمد يعني ذكرت في بداية حديثك أنه هذه العملية تمت بحق ورشة خرجت لحصد الكماء في تلك المنطقة هل المنطقة التي اتجهت إليها هذه الورشة تعتبر منطقة يعني نوعا ما آمنة أم أنه هذه الورشة اتجهت لتلك المنطقة على الرغم من معرفتهم بالمخاطر اللي ممكن يواجهوها سيدتي للأسف أنا من خرج في هذه الورشة يعلم مدى كذب النظام ومدى الفبرك الذي يقوم بها نظام قال في 2014-2017 أنه محرر تلك المنطقة لكن المنطقة حتى هذه اللحظة تعتبر حق الألغام نعم غير محررة بشكل فعلي ولكن الناس اضطرت أن تطلعوا يعني إلى أي درجة اليوم الوضع الاقتصادي على الأهالي سيء وضيق عليهم لدرجة أنه يغامروا بأرواحهم ويتجهوا إلى تلك المناطق تماما الوضع سيء جدا الوضع مرعب البلاد عموما مقدمة على مجاعة بصراحة لا ما أعرف شو أريد أن يحكي الوضع كثير سيء جدا 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 يعني الناس واصل لمراحل حسب وصف أحدهم موجود أحد أصدقائنا موجود في سوريا يعني شوف المفارقة المفارقة التي حط الناس فيها النظام أنه لو لا المصاري التي الناس عم تأخذه من الارتزاق من الروس بليبيا كمثال الناس كانت أكلت بعضها بالشوارج ما في شيء بمعنى الحرفي للكلمة هذا هو حال للأسف ليس تبرير ولكن أنا كأبن هاي المدينة أعتقد أنه أنا لازم وصل صوت الناس اللي بالداخل بداية ورأيي الشخصي واضح سيادة العقيد يعني اليوم ما هي خيارات الأهالي المتواجدين في تلك المناطق إذا كانت هذه العملية قامت بها ميليشيات إيرانية أو كانت ميليشيات أسد أو يعني تنظيم داعش اليوم الأهالي ماذا يمتلكوا للوقوف بوجه هكذا هجمات عليهم؟ يعني الوضع السوري اليوم مأساوي في كل المناطق السورية يعني من أقصى الجنوب لأقصى الشمال هناك حاجة هناك فقر هناك يعني يعني يقوم الناس أو يبحثون عن مصادر رزقهم وهذه الكمأة في البادية هي أمر ليس جديدا يقومون في البحث عنها من وادي العزيب باتجاه تلك المنطقة يبحثون عن هذه المادة وسمى يبيعونها أما بالنسبة لما هو يعني باليد الناس الناس خرجت لتقول يسقط هذا نظام المجرم الذي أذاق الناس يعني أذاق الناس الفقر والقتل والجوع والتهجير وغير ذلك الوقوف في وجه هذا النظام هو الحل الأمثل لحل كل مشاكل السوريين طالما أن هذا النظام موجود فأن الحاجة والفقر والقتل والاسترزاق والعصابات ستبقى موجودة عندما يختفي هذا النظام يعني أتوقع بأن الصورة المشرقة لسوريا ربما تبدأ بالارتسام على كل السوريين اليوم مهما كان طائفتهم مهما كان عرقهم مهما كان انتماؤهم أن يقفوا صفا واحدا ضد هذا النظام من أجل أن يبنوا سوريا الجديدة التي هي بعيدة عن كل هذه الصور التي رأيناها القاتمة الصور القاتمة التي نراها وسنرى أكثر منها في المستقبل طالما أن هذا النظام والعصابات الإيرانية وقوى الاحتلال متواجدة على الأرض السورية عن هذه العملية أيضا سألنا متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي عن أنه من المسؤول الحقيقي عن الهجوم بالريف الشرقي لمدينة السلامية والذي تسبب بمقتل شخص واختطاف العشرات لساعات 6% مما نشاركوا بهذا الاستطلاع يروا أنه المسؤول هو تنظيم داعش بنسبة 86% مما نشارك يرى بأنها الميليشيات الإيرانية المسيطرة على المنطقة وبنسبة 8% ترى بأنها مجموعات أخرى محمد أترك لك التعليق على نتيجة الاستطلاع بداية الاستطلاع بسيط أو تعليق بسيط على نتيجة الاستطلاع أنا كشخص بالتأكيد وبالمبدأ مع كل ما قاله الحل الوحيد هو رحيل بشار حافظ الأسد قولا واحدا ولكن أنا الصوت اللي عم نقوله اللي عم حاول نقوله هو صوت الناس على أرض الواقع فقط نقل معاناة بشكل مباشر كوبي بيست لكي لا يكون هناك تناقض بيني وبين رأي وبين رأي سيادة العقين هذه أولا الثاني بما يخص الاستطلاع يعني برجع بقول أنه أكيد يعني ما فيه أي شخص بيقدر يحلل ولو شوي بشكل بسيط يعرف أنه حتى أساس تنظيم داعش نحن كثوار للفين ويداعش أساسه أنا بالنسبة لي هو مرتبط بشكل بشكل جذري وعضوي بقاسم سليماني وبالشار الأسد وحصل نصر الوحيد يعني الحكاية أو القصة أو اللعبة مكشوفة لأبسط البسيطين فأكيد أنا معهم طيب محمد ذكرت أيضا أنه تلك المنطقة هي طريق تهريب ألا يمكن أن يكون هناك مجموعات من هذه المافيات التي تعمل بالتهريب والتي تنتمي لميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية هي من كانت مسؤولة عن هذا الهجوم يعني شكرا شكرا على السؤال أنا برأيي جوهر الموضوع جوهر كل ما حدث في ريف سلامية من الـ 2014 بعد حتى 2015 بعد ما أعتقد 2015 دخلت داعش عطتلك المناطق حتى هذه اللحظة الجوهر هو ما متفضلت به هو عبارة عن سمسرة بين مجموعة من العصابات والمرتزقة بإسم داعش ولا بإسم يعني حتى الناس وسط المرحلة إنه ما كتير بتفرق معين يعني بشار ولا غير بشار عم يتاجروا ويبازروا ويسمسروا بالسلاح وبالبخدرات وبالوقود بالماظوط والآخرين فهذا هو جوهر الموضوع قصة أبداً لا العلاقة بداعش ولا بشار لذلك نعم سيادة العقيد أترك لك أيضاً التعليق على نتيجة الاستطلاع بالطبع يعني كل هذه المجموعات تعمل بيد وحدة يعني إيران ومشغلين يعني عصابات حتى لو كانت داعش فأتوقع من يشغل داعش في هذا الاتجاه هو النظام والمجموعات الإيرانية ورأينا بأن يعني داعش هو تنظيم وظيفي يقوم بتنفيذ أعمال معينة لصالح أحد ولكن لا تخرج هذه الأعمالية بالذات من عباءة إيران وعباءة النظام حتى أن المهربين التي ذكرت هذه الأمر لا يقوموا بالاعتراض لهؤلاء الذين يبحثون عن الكمأة كون المهربين أبناء المنطقة وأبناء العشائر من تلك المنطقة وهناك احترام للناس في هذه المنطقة من يقوم بهذه العمليات هي العصابات الأسدية وعصابات إيران المتواجدة في تلك المنطقة من الميليشيات المحسوبة عليهم ولا نقول بأن داعش خارج هذا الإطار داعش هي تنظيم وظيفي يعمل لصالح النظام يعمل لصالح إيران يعمل لصالح الروس عندما تقتضي الضرورة شكرا جزيلا لك العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري كنت معنا من إسطنبول أشكر موصول أيضا لمحمد المير إبراهيم الناشط سوري المعارض كان معنا من ألمانيا بهذا مشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا أعود وألقاكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة